شكل ثاني يعني مش لازل تقولي الاسم بس ايه اللي كان الخلاف كان خلاف ان هو وصل حاجة للإدارة ان انا قلت حاجة على النادي او شتامت الجهاز وانا ما عملش كده كان سايدة كابتن والجمعة موجود وقال لهم شاب ما عملش كده شاب كان معي في المدرج وما قلش كده فانا انا بينه وبنك بقد ما قفلت خالص قلت لهم لأ زي ما هو كان هيئزيني وانتو بتقولوا ان انا قلت كده انتو عارفين انه معلش كده بس اللي كنت عتملوا معي عملوا معي قلت لهم مليش دعوة وامدرب ما برضو ما اجاي بقولها حاجة انا ما هنتعاش وكابتن الفيرا كان ساعدة كابتن ويل فالموضوع اخد اتجاه تاني بقى خالص فبس فده اللي كان حصل يعني فمشيت من الاهلي مشيت من الاهلي وقتها كنا بنسمع دايما عن كلام مع نادي الزمالك وانو شاب هيلو احنا الزمالك كان في كلام بس انا الموضوع يعني الموضوع ما كنتش انا حابب ان انا لان انا 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 تربيت في النادي وعشت من وانا عندي ست سنين في النادي فالموضوع مش موضوع ان انت تروحها زمالك النادي زمالك نادي كبير طبعا واحد بيتمنى ان هو يلع فيه بس الموضوع برضو في الاول في الاخر انت احترامك للمكان او اللي خير عليك بعد ربنا دي حاجة من الحاجات برضو اللي هي ايه خليتنا اخد طريق تاني كنت المفروض ان انا هسافر واحترف بس محصلش نصيب عادت هنا فطلع الجيش لعبت ست شهور بعد كده بترجد